ولغاية أبريل اللي فات طلع وزير المالية يقولك أن 70% 70% من الناتج القومي اللي داخل مصر جاي من الضرائب 70% أدي وزير المالية بيقول أهو في الفيتو الضرائب تمثل 70% من الموازنة وديه نسيبك من الدين 70% يعني لو مصر بتدخل 100 مليار دولار مثلاً مثلاً أنا بدرب مثل 70 مليار منهم جاي من درائب المصريين ومن دموهم ومن قوتهم المشكلة أن كل الدرائب دي ومحدش من مصريين شاف غير الغلاء والتقشف وفواتيل بيحاسب عليها مش بتاعتهم شعب مصري ماله من اللي حصل زي ما نقرأ كده في الجراف اللي جاي عن مغامرات السيسي اللي دفع تمانها الشعب اتوات درائب ديون في 2022 نشوف الجراف كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالضبط الخلاصة يا حضرات ان احنا ماشيين على دستور اسماعيل المفتش اخو الخديو في الرضاعة اللي مصر مصريين ان الشعب المصري او مصر قبر عن شوال دقيقة حتى اذا فرغ اغبط عليه يمكن بضربه انه ينزل المزيد الخلاصة يا حضرات ده القانون احنا ماشيين على سلوك نفس الراجل ده الخديوي اسماعيل فقر ضرائب يبني قصور رئاسية يفقر الشعب يفلسوا لا مش بالديون بس بالديون وبالضرائب بالفساد بالسرقة بالنهب وما فيش خدمات المصريين ولا اي حاجة لكن مشاريع ليه هو زي ما الخديوي عمل كده بالظبط مشاريع وقصور واراضي